وللحديث بشأن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة ووهان الصينية أنس الجبوري أحد طلبة الدكتوراء العراقيين المتواجدين في الصين أستاذ أنس مرحبا بكم بداية هل حدثتنا عن وضع الطلبة العراقيين خاصة في مدينة ووهان تفضل أستاذ أنس السلام عليكم ورحمة الله طبعا نحن هنا في مدينة ووهان 66 طالب هذه المدينة أغلقت قبل 12 يوما المدينة معزوة عن العالم بشكل تام تم إغلاق المحال التجارية والأسواق بنسبة 99% طبعا نحن هنا نعيش عوائلنا بيننا تقريبا 5 عوائل 15 طفل بيننا 2 نعيش حالا من الخوف والرعب في ظل تزايد الأعداد المصابين تزيد كل يوم بنسبة تقريبا ألفين إصابة لحد الآن بلغت نسبة الإصابات تقريبا 14 ألف إصابة والعدد في تزايد مستمر طبعا طلب العراقيين والله الحمد لحد الآن لم يصابوا بهذا والجميع بصحة جيدة جدا لم تسجل بينهم أي إصابة نحن لم يكن لنا دينا تماث مع الصينيين وأكنا طبعا معزول ولا نكون من الأطعم الموجودة والمباعث في الأسواق الصينية تواصلنا مع الاستثارة العراقية في بكين منذ تقريبا أكثر من عشرة أيام وتم إعلامنا بأنه تم استحصال الموافقات من الجانب الصيني لغرض نقلنا إلى العراق وتم على الأساس أنه مجموعة من الفريق الطبي لغرض فحصتنا ونقلنا إلى العراق وجئنا ليلة أمس أنه تم إلغاء عملية الإجلاع طبعا صدمنا بسبب هذا التصريح من قبل خلية الأزمة التي تشكلت من قبل مجلس الوزراء وزارة الصحة ووزارة الخارجية تحدثت على أنه لم تتم استحصال موافقات من قبل الجانب الصيني وهذا كلام غير صحيح وعارع عن الصحة لأنه تم إجلاع كل الطلب الأجانب من هذه المدينة وآخرهم الطلب المصريين الذين أقلع طائراتهم قبل تقريبا ساعة من الآن طيب يعني الآن تم إلغاء إجلائكم من مدينة وهان من قبل الحكومة أستاذ أنس نعم نعم تم تبليغنا من قبل استفارة أنه تم إلغاء عملية الإجلاع وطبعا الإجلاع غير معروفة وغير مقنعة وليس لها أي أساس من الصحة نعم أنتم يعني خمس عوائل موجودين في مدينة وهان وأيضا أنت قلت بأن بينكم ما يقارب من خمسة عشر طفلا يعني مع هذا الإهمال الحكومي ما الحلول الماثلة أمامكم الآن يعني كيف ستتصرفون إذن أستاذ أنس والله ما نعرف يعني كيف تتصرف حقيقة طبعا المقبلة مثل ما تحدثت أنه المحالة التجارية والأسواق تقريبا مغلقة بنسبة 99% لا يوجد هناك أي تحويل مطرفي كل المطارف والبنوك مغلقة لا يمكن تحويل مبالغ من العراق إلى هنا طبعا إحنا معانا كل أطلاق معهم مبالغ قليلة من المال لا نعرف يعني كيف سيصير بنا بالأيام والمقبلة وما نعرف أنه إذا ممكن بالأيام والمقبلة بما أنه الأعداد المصابين جاءت زايد يمكن أن أحد العراقيين أو الطالب الموجودين هنا أيضا إصاب المرض يعني بسبب أنه الإحمال الحكومي وأنه لغو عملية الإجداء وأنه يعني تركنا نواجه مطيرنا في هذا المنطقة طيب أستاذ أنس الشوارع هلأ يعني لو حدثتنا بشيء من التفصيل عن الشوارع في مدينة وهان هل هي كما وصلتنا يعني عبر قنوات فضائية أخرى بحسب الصور وحتى على يعني مواقع التواصل الاجتماعي هل هي فارغة تماما من المارة يعني لا وجود لحياة في مدينة وهان طبعا مثل ما ذكرت أنه المواصلات العامة والمتروات والباصات ولهذا كلها تم إغلاقها وتم منع الحركة بشكل تام لا توجد فقط السيارات الحكومية في الشوارع تقوم بعمليات الإغاثة للناس المصابة تم في بعض المجمعات السكنية تنسيق بين الفرق الطبية وبين الفرق العسكرية الموجودة لإجلاء المصابين بالأمراض طبعا الحركة تقريبا تكون شبه معدومة بعض المارة يعني الذين يذهبون إلى الأسواق التي هي قليلة جدا يذهبون إلى التسوق ثم يرجعون إلى بيوتهم الحركة تكون تكون معدومة في هذه المدينة من مدينة وهان الصينية أنس الجبوري أحد طلبت الدكتوراء العراقيين المتواجدين في هذه المدينة التي يعني غزاها فيروس كورونا على أي حال شكرا جزيلا لكم أنس الجبوري ترجمة نانسي قنقر